ظلمات يمتد من القرن الخامس ميلادية الى القرن الخامس عشر. بها الفترة بحر. ما في شي. ما في شي. نحن كنا عم نطلع وهن كانوا راقدين تحت ظلم آآ الكنيسة وتحت القمع الذي آآ تعرضوا له. ماذا فعل آآ الخلفاء اللي اشرت له الابو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون بذلك الفترة. اول من قام باول خطوة ابو جعفر المنصور اسس في دار الخلافة اسس ما اسمه خزانة الحكمة. صار وان في كتب لمؤلفين لعلماء من روما من ايران من اي مكان من اوروبا يجيب هم ويخزنهم ببيت الحكمة. هارون الرشيد ابتدأ بهذه الخزانة وجعلها خارج ده بيت الخلافة واسماها بيت الحكمة لتتحول لاحقا في زمن المأمون الى اول جامعة في العالم. اول جامعة اسست في العالم اسست في بغداد. سنة الاتمان مئة والعشرين اربعة وعشرين شيش وذلك. اول جامعة اسست في اوروبا في سقلية في مدينة ساليرنو سنة حوالي تسعمائة او هارون الرشيد شو عمل بهالكتب ابتدأ باستجلاب المترجمين وهذا الذي اغنى الحضارة العالمية. صاروا ياخد هالكتب الفارسيه الهندي الصينيه الاوروبية على اختلافها وبدأوا بحركة الترجمة الى اللغة العربية. وهذا كان له صبق الاساسي في هذا المجال. طبعا الانجازات للعلميين اللي بنحكي عمنا تشمل كل شيء. طب الرياضيات الفيزياء الكيمياء الفلب الهندسة اضافة لذلك الجغرافيا التاريخ الرحلات. بداية الانحدار. قالنا تصاعد المجد الحضاري وصل الى سنة الف ومتين وثمينة وخمسين. ماذا حدث في هذه السنة على فكرة كل المؤرخين بيقولوا هذه السنة تحديدا كارثة حقيقية بحق الفكر. فاته على بغداد. دمر بغداد. اذا بتقرب المراجع عدد الذين قتلوا على يد المغول. الرقم لا يصدق. بالملايين مش بالملايين. عمل مجزرة حقيقية بالبشر. عمل مجزرة اخرى بالكتب. احرق ملايين الكتب التي كانت في بيت الحكمة. احرقوا بيت الحكمة. رموا الكتب المحروقة في نهر الفرات. بقى لك ضلوا اكتر من ثلاثة اشهر لون المياه في الفرات. يميلوا الى السوال. من لكثرة الكتب التي احرقت ورميت في الماء. السقوط الاخر الذي جاء جاء بعد ذلك هو سقوط غرناطة. بتعرفوا بهالفترة سقطت بغدار بس كانوا الامويين اللي رأوا على اندلوس اسسوا على فكرة ان احنا حكمنا الاندلوس تمانمائة سنة. يعني حقنا الطبيعي الهلا نروح نطالب باسبانيا مش هيكل مش هيكل اليهودان لا لا عم يحكي عم يحكي عن جد. اليهود يقولون ان ارضها ارض فلسطين ارض المعاد بالنسبة ايه لهم. اذا بتقعد بالتاريخ التاريخ العام اليهود لم لم يحكموا عمليا اكثر من اربعمائة سنة. فترة الزمنية كلا اللي تواجدوا على ارض اه فلسطين. نحن عدد مانمائة سنة بالاندلوس. حقنا الطبيعي بهذا من القياس لانو طالب بالاندلوس. هذا جزء. خلينا نحلم يا علي السن دي فيها. ده حقوقا لكمتادة. بنتا كنتون عربي اونا. اي بس شيء يذكر يا ابو عباس. طيب. هلأ انا تأكيدا اللي اللي انا بلشت فيه حديثي انه اه كنا الاول في الحضارة. في كل شيء. اعطيكم بعض النماذج البسيطة. مجال الطب. سمي ادم بدك. ابن سينة وابن رشد وابن النفيس والزهراوي وابن زهر وغيره وغيره. بالرياضيات ذكرنا الخوارزمي. بالكيميا. ابو الكيميا اول من استخدم او اقام تجربة كيميائية في التاريخ جابر ابن حيان. جابر ابن حيان. اه بالفيزياء بالجغرافيا. اه نحنا نسمع بماركو بولو. ماركو بولو عمل اه رحبات امتدت على مدى خمسة الف مائل. ابن بطوطة اللي عاش بفترة بوشيه مماثلة سافر خمسة وسبعين الف مائل. نحن نعلم ماركو بولو. طبعا. ابن ماجد سامعين في ابن ماجد? ابن ماجد هو الذي قاد ودلوا على الطريق وقت اللي اكتشفوا اه الطريق حول افريقيا ورحس الرجاء الصالح. اول مستشفى بنية في العالم بنائه الخليفة الاموي الوليد من عبد الملك سنة سبعمية وستة. بينما بانجلترا اول مستشفى بنوه الانجليز بالقرن الرابع عشر. اخدوا الفكرة من العرب لما كيانوا ضمن الفروب اه الصاليبية. اول مرصد في العالم. بنية في عهد المأمون. قبل ما يعمل جليليو المرصد تبعه بتمانية سنة. جليليو عمل مرصد تبعه الف وخمسمية وكذا. مصد اللي عمله المأمون ست مانمية وثمانة وعشرين. اول من انشأ علم الضوط اللي على اساسه هلأ هي الكاميرات اللي بتشوفوها ابن الهيثم. بلش ابن الهيثم بعلم الضوط قبل نيوتون بسبعمية سنة. اسأل لي واحد عربي بتاع ابن الهيثم? لا بس سنيونهم طبعا. طبعا. قلنا جابر بن حيان اول من استعمل الكيمياء قبل اينشتاين والفريد نوبل وماري كوري بمئات السنين. علم الجبر الخوارزمي. اول من اسس علم الاجتماع ابن خلدون. قبل ما يجي العالم الاجتماعي في خمسمية سنة. اهم رحالة بالتاريخ حكينا عنه ابن بطوطة. اول من تحدث عن تأثير جاذبية الارض على الاجسام الساقطة ابن ملكة. ابن جاليليو بخمسمية سنة. اول من تحدث على ان الارض والكواكب هي من تدوره حول الشمس كان ابن الشاطر. ابن كوبرنيكوس بميتان سنة. اول من اشار الى وجود شيء يسمى الجاذبية البيروني. قبل ان يوتون بستمية سنة. اول من خطط وحاول الطيران. عباس ابن فرناس قبل بالف سنة من الاخوان رايت. الف سنة. اول من طبق طريقة التهجين في النباتات. التهجين لتعمل انك بتركب اه. ده ابو عباس شاطر فيه مبليان. زهور مع بعضهم. كان بدي ينورك قبل مندل النبساء من حوالي الف سنة. طيب. برايكم. اليس غريبا نجأ? اليس غريبا? اين كنا? واين اصبحنا? لماذا هذه النظرة السلبية التي ينظر بها الينا كعرب? اين مكان? اذا بتشوفه? بتتابعه? بافلام هوليوود? بالصحافة? بوسائل الاعلان? بالمقالات? العرب دائما صفتهم العامة ارهابيون. اه متخلفون. دايما بافلام هوليوود بجيبولك يا لابس حتى وعجاء. بحب كتير الاكل. بحب كتير النسواء وهذا ايه. هل نحن كذلك? طبعا لا. لا اريد دائما تحميل الغرب المسئولية لا يا اخوان. نحن. من هو من من اوصلنا الى هذا الحال هو نحن. يا عم تاريخ العرب للأسف. انا باستغرب رغم يعني مثلا المأمون والامين تنبحوا بعضهم. ورغم ذلك كيف طلعت معهم هاد الفترة النهضة امر كان مستغربا. حياتنا بالكامل على امتداد تاريخ العربي والاسلامي تاريخ حروب تاريخ دماء تاريخ خيالات شوفوا حاليا ماذا يجري. طلعوا حواليكم شو عم يصير في عالمنا العربي. طلعوا حواليكم. ما بدي فوت بالسياسة بس عن جد عن جد امر مخزي. اذا قرأنا هذا الماضي نعرف لماذا يجري اه تجري هذه الامور الان لا اريد الاطالة لان اعتقد اني اتجاوزت الحد. هناك الكثير مما يقال في هذا الموضوع. اشكروا لكم حضوركم. والسلام عليكم ورحمة الله. اشكروا. الناسبة للذي يريد اني ان يتابع اذا اخرت لديكم الرغبة والفضول في متابعة ما نبحث عنه ما نتلمسه اذهبوا الى صفحة على الفيسبوك بعنوان صناع الحضارة او هذه الصفحة انا عملها وكل يوم او يومين منزل عن شخصية من هذه الشخصيات اللي ذكرنا ابن سينة وابن الرشد والغزالي والرازي وابن ملكة وابن الشاطر وابن ابو والله اخلاتها دا سلام